موسيقى شاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة على خرائض درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا خاصة في المناطق الجنوبية حارة في الوسطى حارة نسبيا ولكن أيضا هناك كتلة هوائية باردة تندفع من الشمال الغربي باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لتشمل تقريبا يوم الخميس والجمعة معظم المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى تؤدي إلى نشاط في سرعة الرياح وأيضا إثارة الغبار والأتربي وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض هذه الليلة الأجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة وحرارة الصغرى بحدود 22 درجة مئوي لكن الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء أجواء حارة نسبيا درجة الحرارة العظمى 35 درجة لكن في الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة درجة الحرارة بحدود 23 درجة أيضا يوم الخميس أجواء حارة نسبيا العظمى في الرياض 35 درجة والأجواء اللطيفة ليلا والصغرة 19 درجة يوم الجمعة إن شاء الله هناك انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء مشمسة يوم الجمعة وأيضا ما بين معتدلة إلى تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا والعظمى 30 درجة لكن أثناء الليل تكون الأجواء اللطيفة والصغرة 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرة في كثير من الأماكن في المناء اسكاك 19 إلى 9 يعني أجواء لطيفة نهارا لكنها باردة ليلا عرعر 20 إلى 6 وتبوك 20 إلى 8 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة في المدينة المنورة أجواء حارة نسبيا نهارا لطيفة ليلا 33 إلى 16 مكة حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35 إلى 19 جدة مغبرة و30 إلى 20 لكن الطائف معتدلة في النهار لطيفة بالليل 27 إلى 17 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية من المملكة الباحة مغبرة ولكن الأجواء غائبة جزئيا الباحة 22 إلى 14 أبها 25 إلى 15 وجازان 32 إلى 25 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة نسبيا إلى حارة في حفر الباطن 33 إلى 19 الدمام 35 إلى 21 والإحساء 38 إلى 24 درجة مئوية المناطق الوسطى حائل مغبرة 28 إلى 10 بريدة أيضا الأجواء غائمة جزئيا 32 إلى 17 والرياض 35 إلى 23 درجة مئوية أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية لكم أجمل تحية من طقس العرب وإلى اللقاء